موسيقى مكملين مع حضراتكم ومهرجان العالمين ومفاجآت مهرجان العالمين والصوت المصري الطرب الأصيل اللي بيجمع ما بين عمالقة الزمن الجميل رشدي والعزبي اللي قدر بسرعة الصاروخ يدخل قلوب الناس ويعني يحجز مكانه في أرض الشهرة والأضواء رحبوا معايا بالفنان ريدا البحراوي مساء خير عليك مساء ملور يا فنان سعيدة بنت موجود معايا في مهرجان العالمين والناس منتظراك والحفل سول داوت والناس جاية تسمع ريدا البحراوي الحمد لله ده توفيه من عند ربنا الأول وبركة دعو الولدين وأنا مبسوط أن أنا في مهرجان العالمين دي حاجة بالنسبة لك بلا قوي 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 وكان نفسي فيها بصراحة من زمان أن أنا أكون في مهرجان العالمين وأشارك معكم حضرت زي للمهرجان وإيه اختلاف اشتراكك في المهرجان غير بقى الأفراح وأنت بتحب الأفراح تحب تكون موجود وسط الناس مهرجان حفلة مختلفة ومهرجان العالمين جالي توفيق من عند ربنا والحمد لله اشتغلت على نفسي كتير وموضوع الأفراح اشتغلت أفراح كتير وحفلات كتير بس المرة دي النهاردة يعني المهرجان ده مختلف بالنسبة لي قوي 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 وحلو بالنسبة لي قوي وأنا مبسوط جداً والله الجمل بتاعتك في الأفراح الناس بتفضل تقودها عالسوشال ميديا وبتعمل ترند والناس حفظاها وحنفضل أبطالها لحد ما نبطل أنا شفت الفيديو بتاع حودة وهو بيعاية وانت حضنه وفضلت وتغنوا مع بعض طول الفرح لحد ما بقى بحكته من هنا لحد هنا انت كل الأعمار ما شاء الله بتحبك كبير وصغير وكل طبقات المجتمع بتسمعك الحمد لله ودي مش حاجة سهل الحمد لله ريد البحلوي بيشوف ايه السر ورا النجاح ده السر ورا النجاح اللي انا توفيق برضو ما عند ربنا الأول وانا بحب كل الناس وابيال من جواي وبحب أتعامل فيه الصفرة يا ريدا فيه كتير بس ربنا كتير اه وانت في الوقت بتبعت لهم رسائل في الأخياني بنفضل لقول احنا ايه بقى ايه ربنا ما شميتهم فينا ايوا اللي حطين يعنيهم علينا بس الجمل دي كلها بتبقى ارتجالية ارتجالية على الستاديو عايزة كمان اتكلم معك على تترات المسلسلات واغنية فيلم البعبة ومكسارة الدنيا دي دي وبينك وبين مسلم مسلم طبعا محترم حد محترم مسلم ومطرب كويس جدا وانا مبسوط ان انا شاركت مع مسلم ومبسوط ان انا شاركت مع الأستاذ عمير قرارة ولفينا الدنيا ولفينا الدنيا والاغنية كسارة الدنيا وعماية ترند لحد النهاردة الحمد لله وحكايتك ايه مع التترات انت بتاريت مع تتر هوجن ومحمد عدل امام السيد محمد عدل امام يعني هفضل من هنا وبجيه لتحية برضو الأستاذ محمد عدل امام هو سبب السعد عليا بتفسائل بي انا الأستاذ طاري عب سطار طبعا سبب السعد عليا كتير وباشكر أخوات سيد البحراء ومدير أعمالي وباشكر أستاذ أحمد جلال برضو مدير أعمالي كلهم اخواتي وحبايا بيساعدوك في اختيارات الأغاني كل حاجة بتعمل ايه بتختار الأغاني كما عندك معايير معينة وانت بتختار أغانيك لا ما باختارش لوحتي أنا مثلا أغنية جيلي مثلا بعض في البيت أنا من نوع أن أنا بحب البيت أوي ما بحب أخرك ما بحب أصهر كده فبعض في البيت مثلا لازم أسمع السيدة سمع حد ما يعني طب ويولايد حد بيسمع معك أنا عارفة ما شاء الله أن أنت عندك كم مالك آه عندي مالك ويعنت من الولاد الحبولة بيغني؟ مالك بيغنسته كويس آه عنده كم سنة بيغني غيك منهو عند 8 سنين؟ آه مالك آه بيغني زي يوم عنده 8 سنين زي رضا البحراوي؟ اتشجعه ازاي؟ ده بتاع ربنا بتاع ربنا ده كل ده بتاع ربنا طب رضا البحراوي محضر ايه جديد؟ ان شاء الله في اغنية جديدة عن عن الصحاب بس زي صاحبك ده منبختك وكده اه صاحبك ده منبختك وفيه ستايل تاني اللي هو فيها عتب شوية كده عالصحاب بتاع اني اللي حكالك عني؟ وانت صدقته اه لا دي ترتجالي برضو كده عالستانجي كده عالستانجي يعني انت ما بيبقاش في دماغك ان انت بتبعت رسالة للناس في الاغالي؟ لا 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 خالص ما بعتش رسالة للناس ولا كده بس ورد يعني موضوع اف بيعجبني بقوله بطلع على الستانجي متى اللي اني نعيله على طول وده التلقائية دي اه انا شايفان سبب في دخولك قلوب الناس بسرعة الصاروخ ما شاء الله الحمد لله اصلي موضوع دي الموضوع دي اسمها اشعرات اه في حد لبناني ولبنان كلها كده فانا قلت اعمل الشعرات دي في مصر يبقى زينا زي لبنان وكده ولون خاص بريدة البحراء اه لون كويس وجاي مع الناس اه لو لقيتوا مش جاي مع الناس مش مش هقوله خالص مش هتكمل فيه وعدين اي اشعار بقوله مفهوش ولا اسفاف ولا اه انت محافظة على مسألة انه اه طرب شعبي اصيل لكن في نفس الوقت بشكل اقاعي لازم امشي تابع الموت امشي تابع الموت انا مش دلوقتي ما بقتش بخاطب فئة معينة بس بخاطب فئة كويسة وبخاطب برضو الشعبي وبخاطب هنا وانا كل الناس كل الناس انا بباركلك على اشتراكك في المهرجان ومتشرفة ان انت موجود معنا النهاردة انا موسوك جدا انا معاك